على وقع مقاومة شديدة في غزة تستمر المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي في وقت يتصاعد فيه الحديث عن هدنة برعاية مصرية تتضمن وقف إطلاق النار لمدة يومين مع الإفراج عن أربعة أسر لدى حماس وتجري خلال عشرة أيام محادثات لإنهاء الحرب خرجت مبادرة أمريكية بشأن اتفاق هدنة نقلها موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تفيد بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز طرح اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 28 يوما وإطلاق سراح نحو ثمانية أسرى إسرائيليين مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين أما على الجانب الإسرائيلي فقد أعلن مكتب نيتانياهو في بيان له مناقشة خطة اتفاق جديدة لإطلاق الأسرى بعد عودة كبير مفاوضيها من قطر وأضاف البيان أن الطرفين بحثا إطارا موحدا جديدا يضم المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة في هذا السياق تحدثت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن رفض نيتانياهو العرض المصري لأنه يصر على أن تجري المفاوضات تحت النار فقط من جهتها تؤكد حماس أن كل ما يجري طرحه من صفقات جزئية في المفاوضات لا يمكن أن يمر وقد أكد وفض الحركة أن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة شعبنا في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل قطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهلنا ويعادة الإعمار المقترحات بشأن الهدنة تتركز بين مقترح مصري وثاني أمريكي وثالث يجمع بين العرضين بحسب حديث إسرائيلي رسمي وسط ترقب لجولة محادثات جديدة محمد عز الدين الميادين ترجمة نانسي قنقر